سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة بنعظم إلهنا السامع الصلاة لأنه أب حنون وقريب منا ومعطي نعمة ولا يغلق أبواب الرجاء على أحد المزمور بيقول كده إليك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم قريب هو الرب من منكسر القلوب ومن كل شدائدهم أنقذهم أنا بصلي النهاردة من أجل كل من يسمعنا الآن دلوقتي وإنت بتسمعنا أن الرب يجبر كل مكسور في حياتك ويصلح كل أفكار مغلوطة عنه في حياتك وأنه ينقذكم من كل صعوبات في طريقكم ويسدد كل احتياجاتكم المادية والنفسية والروحية والاجتماعية عارفة أنه الأيام دي إحنا بنمر بظروف اقتصادية صعبة جدا وأنا بصلي أنه كل احتياج في حياة كل السمعين النهاردة يسدد وأنه الله يعطيكم رعاية كاملة من عنده يا رب كل من سألك الآن أنت وحدك لأنه أنت فقط مصدر كل البركات بصلي أنك ترسل ليهم معنا كل واحد على حسب احتياجكم أمين مشاهدينا حلقة النهاردة بقى بعنوان ولع محمد بقى حديث العذاب والنار أو يعني بحديث بالحديث اللي بيعملوا عن العذاب والنار كان بيتكلم في الموضوع ده كتير جدا كان عنده شغب بهذا الموضوع في الكثير من الأحاديث اللي يعني بتشوف فيها أنه محمد كان شايف في كل مشكلة بتقدم له يعطي أمور تصعب أو يعطي حلول تصعب الأمور على الناس أو ترعبهم أو تخوفهم أو ترهبهم من عمل شيء ما أو تقسهم يعني إحنا تكلمنا في الكلام ده على طول الخط في المرأة المسلمة وخاصة فيما يخص المرأة المسلمة صعوبة أنه المرأة تجد في الطريق اللي رسمه محمد لنساء المسلمين أنها تجد رجاء صعب جدا لأنها محاطة من كل ناحية وده يعني الحقيقة ما بيختلفش كتير من المرأة للرجل في أمور مختلفة الست يعني ليها أمور خاصة بيتكلم فيها لكن الراجل برضو عنده حاجات تانية تفقده الأمل والرجاء في الحياة أو أنه ممكن يتواصل مع الله لأنها مش حقيقية ومش معطاة من الله هي خبرات محمد الشخصية الكلام عن النار وجهنم وكده ده كلام يعني أو السواب والعقاب كله يعني من زمن طويل وكل الحضرات بتتكلم فيه مثلا أنا عايزة النهار ده أفرق بين الحاجات الثقافية اللي فضلت معانا مثلا من المسيحيين اللي عايشين في الثقافة الإسلامية بيختلط عليهم الأمر في أمور كتيرة بالنسبة للنار والجنة ونقول جنة وإحنا ما عندناش جنة إحنا عندنا ملكوت يعني فيه لخبطة كتير فلازم نفرق بين الأمور الثقافية والأمور الكتابية والأمور الإسلامية فالنهار ده حنتكلم عن فكرة النار في الإسلام شغف محمد بالتهديد والوعيد وتقديم صورة أسطورية لشكل العذاب الأبدي وبنشوف النار أيضا من خلال أو مفهوم النار أو تعاملات إله الإسلام مع النار من بعض لمحات في القرآن هل هي خرافة أم حقيقة إيه بقى اللي الكتاب المقدس بيقولوا عن النار برضو دي حاجة هنتكلم فيها أو السواب والعقاب أو إن إحنا حنقابل الرب كقادي في يوم من الأيام الكتاب المقدس بيتكلم عن فكرة هلاك الإنسان البعيد عن الله يعني الرافد الله من لا يقبل المسيح الرافد إنه يفتح قلبه ربنا الرافد إنه يصلح حياته في النهاية سيواجه هذا الإنسان أو الإنسانة نتيجة اختياراته في فرق بين إنك أنت قتلت فهتاخد عقوبة إعدام دي نتيجة اختياراتك يعني بس دي يعني الفكرة أرضية لكن الفكرة الروحية إنه كل شيء بيختاره الإنسان في مفهوم الكتاب واختياره هو لكن في مفهوم الإسلام مختلف عشان كده بنتلخبط الإسلام بيقول إنه الله قدر أمور على البشر الله يبتالي البشر الله بيقود البشر إنه هم ما يعملوا الأخطاء فيدخلهم النار أو يتوبوا فيدخلهم الجنة حتى لو كانوا أشرار وهكذا ففي نخبطة في الأمر ده من ناحية الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيقول إن اختياراتك هي اللي هتحدد مكانك أمام الله فيه كلام في العهد القديم وفي العهد الجديد على الموضوع ده لكن يعني صورة إنه مفيش صورة في الكتاب المقدس بتقول إن الناس هلحمها هيسيح بقى وإنه النار هتاكل اللحم ويرجع تاني والكلام ده كله فيه كلام عن عذاب ونر لا تطفق ودود لا يموت ولكن دي حاجات رمزية في أمور مختلفة أنا بتكلم على الفكرة العامة لما هو الجحيم في الكتاب المقدس فحاجة تانية برضو إنه ما عندناش حتة إنه فيه شياطين بتعذب الناس دي حاجة يعني مش كتابية خالص وإزاي الله يستخدم الشياطين شوفوا في الإسلام فيه تصالح بين المدعي الإله ده وبين اللي بيقول عليهم شياطين لأنه هما من نفس الجنس دول أعوانه لأن المتكلم في القرآن ليس الله من شخصيته من كلامه من اختياراته في التعبير من تعامله مع البشر هو ليس الله ليس خلق البشر فبالنسبة لنا إحنا ما عندناش الله لا يتعامل مع الشياطين كده يعني لن يصلت شيطان على إنسان ده جيح علشان يخلص الإنسان من سلطان الخطية اللي أساسها إبليس فيعني دي فكرة مش كتابية خالص التعامل مع الشياطين فكرة مش كتابية وتخالف فكرة كتابية هامة المسيح الله الظاهر في الجسد هزم قوى الشر على الصليب وأعطانا وكل من قبله حياة أبادية معه فلا يمكن إنه يستخدم الله يستخدم أرواح الشر وإبليس إبليس وأعوانه في إنه يعذب الناس لأن ده ضد قدسته وأيضا ضد فكرة أبوة الله لنا فأبوة الله ما تخليوش يتطفق مع قوى الشر ضد الإنسان حتى ولو كان الإنسان خاطئ ولكن هي قدسته تخليه يتعامل معانا كأب لما نخطئ إحنا اخترنا نضع نفسنا في مكان آخر بعيد عنه الجحيم في الكتاب المقدس هو الانفصال عن الله مش معنى كده أن الله مش هيكون موجود يعني الله شايف الإنسان ويتألم لألم الإنسان حتى ولو كان الإنسان خاطئ عشان كده المسيح جاء وقعد في وسط الخطاء اللي منهم إبلوه اللي منهم لأ ولكنه قدوس هل يعاقب يعني هل يعاقب من رفض الله ده سؤال هيتعاقب إزاي في الكتاب المقدس أيوة هيتعاقب طبعا لأنه في المقابلة اللي هتكون بينك وبين الله الله هيكلمك عن كل أعمالك وعن كل حياتك وعن كل اختياراتك لكن العقاب ده نتيجة الاختيار الشخصي ونتيجة مباشرة للي في قلبك أنت والعقاب ده هيخرج من قلبك أنت وفي شكل أنه الإنسان يبقى في عذاب النفس الندم صرير الأسنان الكلام ده مش صرير الأسنان من الألم أنه بيتعذب لا صرير الأسنان أنه يعني الندم الشعور بالعار أو الغضب يعني وأنا بقرأ في الحكاية دي أنا عايزة أخذها ببساطة وأبساطها لكل أنه الموضوع فيه نظريات كتيرة وكلها ليها أسانيد كتابية لكن الأصل فيها أنه خطيتك هي اللي بتبعلك عن ربنا بس وأنه الله مش قاعد يعذب ولاده يهري لحمهم ويرجعه تاني يعذبه يعني خالص يعني مش دي الفكرة خالص في الكتاب المقدس بس وأنا بسمع حتة أنه الإنسان هو اللي بيضع نفسه بيحط نفسه في حياة مستقبل خارج حدود مدينة الله خارج حدود محضر الله وأنه أما بتبقى في الخارج كده أنت قاعد إنسان يعني بتعاني من الألام والخطايا اللي أنت عاشتها على الأرض فالإنسان الغاضب والرفض الله مثلا تخيل كده الإنسان الغاضب والرفض الله ده قد إيه بتشوف أنه التعامل معه صعب جدا وأنه على طول عنده معاناة مع نفسه هو يعني الإنسان السوي بيشوف الإنسان اللي زي كده عنده معاناة مع نفسه فأنت بقى هتعيش مع المعاناة دي إلى جانب الندم والألم على خسرتك لمعية الله الجحيم اختيار الجحيم في الكتاب المقدس اختيار ولكنه اختيار لا يرضي الله تمن اختيارك مؤلم ليك ولا الله الله الأب لا يتغير يعني لا يتغير في معاملته مع أولاده بس يعني الأب الحكيم على الأرض النهاردة لما ابنه يصر أنه أنا هقزي نفسي أنا هاشرب مخدرات أنا هعمل كده أنا هقتل أنا خرج عن إطار العيلة كلها عيشاه عيلة مكرسة لله وشخص قرر أنه يبعد بعيدا عن الله ويقول له في شاء الله أصلا الأب في الموقف ده مش هيقطع الأب هيفضل دايما على أمل أن الأب يعود إلى معرفة الله يتوب هو كده الله بيبص لنا كده بيفضل مدد لنا الباب مفتوح لأن إحنا نرجع له لكن لو على الفرد أنه الأب اللي على الأرض ده الأبن ما رجعش والأبن مات يفضل الأب يتألم لأن الإبن ده مات في خطيته ويفضل الأب حزين ولكنه يرعى الآخرين ده مثل طبعا يعني مع الفارق الكبير بالنسبة إلى الله اللي هو الله محبة وقداسة وكده ورحمة وتعاطف والله عنده كل الإمكانيات دي فمسألة التعذيب والتقطيع في لحم البشر دي مش مش بوجود خالص قلت أني الجحيم مكان يختاروا الناس الذين رفضوا الله الجحيم اختيار شخصي يعذب فيه الإنسان نفسه بنفسه خارج محضر الله الله ليس المسبب في الكتاب المقدس ولا المحرد يحرد على خطايا فده لا يليق بالله خالص على غير ما سنرى الآن في الإسلام إله الإسلام يحرد على الخطايا ويضع الناس في الجحيم وغير متعاطف لجهلهم لتعبهم لمرضهم لا خالص ما فيش الله ليس المسبب ولا المحرد في الكتاب المقدس بل بالعكس بقى هو الساعي ومقدم الخلاص للبشر هو من أتى إلينا حتى يعطينا حياة معه ويظل الباب مفتوح ليك إلى مالة نهية عشان كده دايماً أقول لكم أنا بأحزن جداً لما أشوف ناس بتقتل ولا الدواعش لما بيموت لو أنه كتير من الدواعش دول جمل المسيح فبقوا دلوقتي أولاد الله لو ماتوا مش هحزن لكن أحزن كما يحزن الله الآب على الإنسان اللي بيموت في خطيته من المهم أننا في الكتاب المقدس نتعلم أنه حقيقة الحياة مع الله ما ينفعش أنك تعيش مع الله رجل في الأرض ورجل في السماء ما ينفعش ما ينفعش أنك تعيش مع الله بزهن غير متدرج في النمو لمعرفة قداسته ما ينفعش أنك تعيش مع الله وإنت في قلبك خطية فإنت دايما ساعي لأنك تنظف قلبك من الخطية دي وتروح له وتقول له رب علمني والله يعطيك مجالات أكتر للتعليم والنمو معه علشان كده لازم نعرف أنه الكتاب المقدس بيعلم أنه إذا ما انتاش عايش بمخافة الله وفي محبة الله فأنت خارج القطيع إن لم تكن حياتك مخلصة بيسوع المسيح فأنت خارج القطيع فأنت خارج المدينة وده اختيارك ولكن مهم إن احنا نعرف نتيجة اختياراتنا ولكن لا يمكننا إخافة الناس وإرهابهم عشان يدخلوا الجنة تبقى أنت اللي دخلت نفسك أو نرهبهم عشان نقول لهم أنا هتديكوا الجنة في الآخر وتبقى ليك حياة وطبعا الحياة في جنة الإسلام ليس لها علاقة بالله خالص أسيس وكاتب وفيلاسوس تيم كيلر بيقول كده الجحيم هو مصار الروح التي تعيش حياة مركزة على الذات تمحور الإنسان دي ومحور حياته حول الذات فالجحيم هو مصار الروح اللي بتعيش حياة مركزة على الذات يعني إيه مصار الروح يعني هو الطريق اللي هتمشي فيه الروح دي الشخص اللي عايش مركز على ذاته يردي ذاته يشبع ذاته يغزي ذاته يعني باختصار كده الجحيم هو ببساطة شخص يختار هويته بعيدا عن الله إذن مصاره إلى ما لا نهاية في الجحيم لأنه رايح الناحية الثانية على طول كده ده مقولة أنا يعني فسرتها شوية لتيم كيلر أنا بشوف أنه ده مقولة عقلانية يعني حقيقة لو فكرت فيها هتفكر في اختياراتك على طول وهتفكر في خطورة الموقف كي الخوف من التعذيب لم يرهب المسلمين لأنهم ينظفوا قلوبهم أنا مش بتكلم على المسلمين بصورة عامة أنا بتكلم على العقل المسلم الخوف من التعذيب والنار أمامه الشيطان حتى مغرس تاني حطيلك إيه أنه ما أنت تعمل حسنات ما أنت تعمل مش عارف إيه وبينك بقى وبين هذا الإله تعودوا تفاصله حتشوفوا دلوقتي الحديث اللي قالها محمد ويعني كم الهراء اللي فيه اللي يدخلك النار وإن اللي ما يدخلكش النار فيه فرق كبير بين منظور الكتاب المقدس للسواب والعقاب ومفهوم الجنة والنار ومفهوم الإسلام للموضوعين مفهوم السواب والعقاب أنت في الإسلام أنت المركز أنت بتعمل الغلطة أنت بتدفع التمن وهتطلع المفروض بقى هنطلع على فكرة مفيش حاجة اسمها هنطلع للنار للنار تحت الأرض ولا الجنة فوق في السم لكن المسلم بيبقى عايش عارف أنه هو هيدفع هنا وهناك إن كلهم إلا واردها الكلام ده مش في الكتاب المقدس الله دفع عنا التمن الله شال عنك العقاب مفهوم مختلف خالص هرجع تاني أناقش الحتة دي في آخر الحلقة لكن خلينا ناخد أولا أولا قبل ما أقول كده شوفوا أنا الحلقة دي بنتها على تفكير محمد لسبب لسبب ما أنا يعني كنت قعدة بقرة شوية أحاديث في موضوع معين وبعدين طلعت لي أحاديث النار دي لقيت أنه يعني فكر محمد والسيكولوجية اللي بيتعامل بيها مع الناس يعني كانت فيها تشفي وفيها إرهاب وهتشوفوا الحديث دي اللي أنا بقوله ده ظهر في الحديث اللي أنا هقوله فيها عدم معرفة بالطبيعة الإنسانية فيها عدم معرفة بطبيعة الله فقلت أنه لازم أركز على محمد وبما أن محمد هو مؤلف القرآن يعني مع يعني الصوت اللي موجود في القرآن هو برضو محمد يعني فأنا قلت الأول بما أنكم بترتكزوا على القرآن الأول أجيب بعض الآيات اللي بتتكلم على الخلود في النار منظور هذا الإله اللي بيقولك أنت هتخلود في النار ليه أوكي فنبص كده السلايد الأولاني من صورة غافر كده بيقول إيه إن الذين كفروا ينادون ينادون لمقت الله أكبر لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا إثنتين وأحيانا إثنتين يعني نموت مرتين ونحيا مرتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يعني لو إحنا اعترفنا بذنوبنا نقدر نخرج من النار ذلك ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنه فالحكم لله العلي الكبير فالناس دي بتقولوا يعني يا رب أنت على فكرة دي صورة غافر يعني طب إحنا ممكن تغفر لنا في أمل يعني لا الحكم لله وحده هو العلي الكبير في سورة النساء بقى بيقول كده إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا في آيات كتير جدا جدا متتكلم على الخلود في النار بس أنا اخترت الآية دي لأنها من سورة النساء ولأنها متصلة تماما بأحديث محمد عن أنه أكثر أهل النار من النساء وهنا عن الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ولا يجدون وليا ولا نصيرا دي صورة الأحزاب خلود الناس في النار يخالف الكثير من الأحديث والكلام عن الناس بتقعد في النار شوية وتطلع وكده وممكن بقى نتفاصل لأنه يعني المعروف أنه هناك اتساع في أنك تقول لقص دي جات قبل دي وبعدين ربنا قال لك المجموعة دي بالذات هتقعد في النار والمجموعة دي لأ ما يهمنيش مش دا المهم المهم أنه هذا الإله شايف أنه هناك بعض الناس اللي لازم يخلده في النار على خلاف اللي قال أنه لا في ناس كتير هتطلع من النار وأنه صورة النار دي شكلها ايه التعذيب بقى والتقطيع والناس اللي هنسمع بقى ايه صورة النار دي أنا جبتلكم بس لمحات المفروض أنه بيحصل للناس في النار كلام غير منطقي يعني أنا لو سميت الخمسمية وخمسين حلقة أو أكتر اللي عملتهم مع المرأة المسلمة خرافات إسلامية لو عملت منهم تسعين في المية خرافات إسلامية حينطبق على الحلقات لأنه يعني هناك خرافات مطبوخة داخل الفكر اللي بيدو للناس فطبعا الإنسان لما يفكر أنه حيخلط في النار إلى الأبد اللي هيتقطع فيها ويتفتفت فيها ويتحرق ويقع صدغ ويقع شعر وكلام ده كله يعني بيترعب فبيبقى عايز ما يدخلش في الإطار ده خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده نبدأ بحديث النساء اللي اتكلم فيها محمد عن النساء وأنهم أكثر أهل النار الحديث ده احنا قلناه قبل كده كتير جدا لكن انا هقرأه لكو تاني لما سمعوش وفهموا بالطريقة الصحيحة انه الرسول خطب في الناس فأعزهم وقال يا معشا النساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار فقلنا فقالت امرأة منهم وليما ذاك يا رسول الله يعني ليه احنا أكثر أهل أهل النار قال لكثرة لعناكم وكفركن العشير قال وما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن قالت امرأة منها وما نقصان عقلها ودينها قال شهادة امرأتين منكم بشهادة رجل ونقصان دينكن الحيدة تمكس احدى كنا ثلاث والأربع لا تصلي طب أنا زنبي ايه طب هي زنبها ايه يعني لو لو الكلام ده حصل حقيقة طبعا انت شايفين انه خلاصة حكم المحدث صحيح انا يعني كنت اتمنى اعرف النساء الستات دول ردوا عليه ازاي طبعا الكاتب الراجل مش هيكتب الحديث الكامل اللي ضار بينه وبين النساء لانه اكيد كتير من الستات وقتها قالوا طب احنا زنبنا ايه طب يعني ايه نكفر العشير انت مش شايف جوازنا ايه ضربنا قد اين برح مثلا مثلا يعني انت مش شايف صحابتك بيعملوا مراتاتهم ازاي وبناتهم ازاي وتقول احنا اللي بنكفر العشير طب هو ربنا اللي خلال بقستت عندها حيد يتبقى نقصة ليه فيقولك ان النقصان ده يعني مش وحش ده مش حاجة وحشة لأ عندما يقول الرسول انه انت نقصة عقل ونقصة دين نقصة عقل لوحدها كارثة قصة انت يعني لو شهدتك ما تنفعش الواحدة هلازم تكونوا اتنين عشان تفكروا بعض عشان ستات بتنسى والرجالة لأ لأ علشان ستات مش موسوق فيهم وشرح الشيوخ بقى اصدها لو هي في المحكمة ورجل كده بصلها ولا المجرم ده مثلا كان حلو شوية فتجدب ما سمعناش الشيوخ بيقولوا كده اه طبع ان الست من السهل خداعها عشان عاطفية كلام فادي لا يمكن ان يثبت اليوم والنهار ده النساء قضيات ورئيسات حكومات ورئيسات دول وكلام من ده وشايفين انه العالم ماشي برضو وانه الدول اللي بتاخد من حق النساء في التعليم والحياة والكلام ده هي الدول التعبانة لانه نص مجتمعهم لا يعامل بعد فيرتفع المجتمع فيقوى المجتمع انت بتقتل نص مجتمعك اللي فيه امكانيات ربنا اداها علشان تشيل المجتمع وتوزنه لكن اله الاسلام لا يعرى ذلك ورسول الاسلام كانت بالتأكيد شوفوا حلقات اللي عملناها عن عن أمه محمد و يعني صراع محمد النفسي مع النساء بالتأكيد هو لا يعرف خلقة الله العظيمة في المرأة خلينا نشوف الحديث اللي بعد كده بيقول كده قمت على باب الجنة فإذا عمت من يدخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون وإذا أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار ونظرت إلى النار فإذا عمت من يدخلها النساء مصدر صحيح أسامة بن زيد يعني محمد كان ماشي على طول يقول إنه عمت أهل النار هم النساء ويزعل قوي الناس لما نيجي نقول الحديث ده إحنا مصدر بنجيب الحديث الأكبر لكن على فكرة لو دخلت على الدورة السنية هتلاقي إنه الحديث ده تحطه كده هيدي لك متشابهات للحديث ده بتصحيحاتها عدد عدد مليش دعوه بقى محمد قالها ما قالهاش الروي قالفها أسامة بن زيد غير صادق الحديث صحيحه اتقال ما تقالش هو ده الفكر ده النظرة هو شايف إن الستات يستحقوا ده لكن الله لا يرى ذلك والله يرى إن المرأة معتدلة وتقدر إنها تحتمل وتضبط الكثير من الأمور لا يستطيع الرجل إنه يعملها لأنه ربنا خلق آليها خلينا نشوف الحديث اللي بعد كده نبتدي بقى نبص للحديث اللي هنا أنا عايزاك وإنت بتسمع عايزاك وإنت بتسمع أنا حقر الحديث وعايزاك بنتي تسمعي وإنت بتسمع تبص كده للمتكلم هنا هو بيرسم صورة الصورة دي تحت سلطان إله الإسلام هو صمم النار بالشكل ده علشان تعمل كده في الناس أوك والمتكلم اللي هو محمد بيقول للناس إنه هو ده يعني اللي هيحصل لكم بطريقة بقى إرهاب وتخويف وكده من غير أبدا ما يبقى يعني ما عندوش أي مشكلة زي ما كان بيقول للستات أنتوا أكتركوا أهل النار إحنا بس يعني مستحملين كو ده أنا هدخل النار على حسابك أنت هدخل الجنة على حسابك وكده نقرأ الحديث بيقول أهون أهل النار عذابا رجل في رجلين أعلان يغلي منهما دماغه وشوف الصورة بقى يعني ده بقى إيه ده الكرمو في النار تدوله بس الجزمة تخلي دماغه تغلي بس لو كان محمد ده عصري كنت افتكرت إنه يعني ممكن يكون كتب أفلام سينمائية قبل كده وأفلام رعب وحاجات زي كده لأن منظورهم لله غير صحيح ومنظورهم لله يتطفق بقى مع فكر الإسلام أو فكر الأفكار الإسلامية الموجودة كلها عن شخص الله هو منتقم وهو ماكر وهو يمقت وهو كده يلعن يسبب المرض يبتلي كلام ده كله يعني إيه المشكلة إنه يصمم جاز ما تخلي دماغ الإنسان تغلي بس ده أقل حاجة عندي يعني أقل حاجة عندي أديه لك الله مش كده خالص بيقولك بقى ومنهم في النار إيه لك عبي مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إيه لركبته مع إجراء العذاب ومنهم من اغتمر في النار إلى النباتيه مع إجراء العذاب ومنهم من هو في النار إلى صدره ويعني أنا عايز أفهم واحد رجليه بتسيح ودماغه بتسيح وبعدين يطلع لحد رجبته وبعدين لحد صدره يعني هيفرق إيه لو كنا بنتكلم على حتى من المنطق يعني مستوى الألم اللي الإنسان ممكن يمر بيه يعني هتعليه قد إيه مش فاهمة الحاجات تي بيعملوها الإرهابيين اللي بيعذبوا الناس مثلا علشان خطر يطلعوا منهم الأسرار ولا حاجة زي كده كان زمان في العصور الوسطى كانوا الناس بيعذبوا بعد كده ومنهم كمان حتى رجال الكنيسة كانوا بيشتركوا في تعذيب الناس لأنهم غير ملتزمين بالكتاب المقدس خالص ما فيش حاجة في الكتاب المقدس بتقول انك تعامل أخيك غير بالمحبة خالص لكن البشر زيهم زي البشر مش من تعليم الله لكن ده من تعليم الله فانت يعني انت زعلان ليه لما يجي واحد يبقى في فوسط داعش يحط واحد ويحرقه في صندوق ولا في القفص ولا البنات اللي اقتصبوهم وقطعوهم وحرقوهم وأكلوهم عيالهم نفس الفكر نفس الفكر لأنه الإسلام مبني على روح شر وهذه الروح الشريرة تمتد خليني شوف السلايد اللي بعد كده الحديث ده بقى احنا اتكلمنا برضو فيه قبل كده بس يعني جبتلكم المنطوق ده لأنه فيه منطوق طرق تانية منطوق بها الحديث مختلفة برضو لو رحت على دور السنية أو أي الأماكن اللي بتبحث فيها على الحديث هتلاقي إنه محمد قال الحديث ده بطرق مختلفة فمثلا إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألستوا بربكم قالوا بلى ثم أفاض بهم في كفيفة قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار هنا بقى الله اللي اختار وبعدين بعد ما يحطهم في النار نشوف بقى المشهد ارجع بقى في تكري المشهد اللي فوق مين اللي حطهم في النار لا يمكن أن يكون قلب الله هكذا ده يعني فكرة واحد قاعد بيتسلق أنا دول هخليهم هنا ألعب بيهم شوية في الحتة دي دول كويسين أدخلهم الجنة أنا اللي عملهم كده أنا يصرت لهم حياتهم لأنهم يبقوا كده ودول بقى أنا عملت لهم في كل شارع مغرز عشان يعملوا أخطاء فأدخلهم النار محكومة عليك قبل الولادة ولكن أنا بقول في اسم يسوع في اسم يسوع إله الحق والحرية والمحبة والحقيقة اللي هو الطريق والحق والحياة بقولك أنه ده مش حقيقي ومش دي محبة الله ليك ومش دي خطة الله ليك ولا ليك ولا ده أبدا قلب الله 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 قال أنه هو جه علشان تكون لك حياة ويكون لك أفضل علشان أنت تختار تبقى مع الحياة لكن هؤلاء ليس لهم اختيار ده مش الله الحقيقي خالص ده ملوش علاقة بقلب الله ليك ولا بكلام الله في الكتاب المقدس خلينا نشوف الحديث اللي بعد كده عن تأكيد يعني الحديث ده عجبني كمان لأنه عيشة الروياء والمصدر بتاعه ادرقتني لكن ببساطة كده بيقول كده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإن كان قبل موته عمل بعمل أهل النار فدخل النار والعكس أي ظلم يعني كيف تأمن الحياة مع إله أنت قاعد تعمل أعمال كويسة وتتفنن في عمل الأعمال الحسنة وتأكل ناس وتشرب ناس وتزور ناس وتدفع فلوس في مستشفيات والكلام ده كل أنت وإنت بتتفننوا في الأعمال الكويسة رمضان جاية هو بقى هتأكله مساكين وكلام من ده وبعدين ييجي هذا الإله يقولك لا بقى شوف ده أنا هوقعك في مغرز هو بس كده في الحرى اللي جنبنا هتوحواقع في مغرز هدخلك بالنار يعني من الأول هو مختار وده فكر هذا الإله لكن عارفين من الأول الله في الكتاب المقدس اختار إيه اختار إنه يكون هو فدأنا وإنه يكون هو باب الخلاص وإنه يكون هو اللي بيدينا الروح القدس اللي عايش فينا المعين على كل خطية وإنه هو يكون مصدر النصرة وإنه لنا الحياة مع المسيح دي حياة ما حدش يقدر ياخدها مني موت حيت المسيح عايش فيه لكن عندما نرى يعني وأنا بقرأ الحاجات دي وأنا بفكر وأنا مسلمة كان قد إيه الرعب من النار قد إيه الرعب من الموت قد إيه عدم الرجاء إنه أنا شرفني طب ما أنا يعني ما أنا ممكن بقى واحدة من اللي هياخده المغرس دي يعني إيه مست يعني والإنسان عادة يعني إنسان متواضع بيشوفش يعني نفسه أحسن من اللي حواليه المفروض يعني ده فكر إله الإسلام خلينا نشوف دي الحديث ده كمان يعني بصراحة وقفني عن الجهنميون خلينا نشوفوا هنا لأن أنا مش شايفة ده بعيد بيقول كده يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار يقال لهم الجهنميون كي وبعدين بقى خلاصة المحدث هنا حكم المحدث المصحيح وبعدين ده جبتلكم حتة من شرح الحديث بيقول كده لا يخرج موحد في النار فإنما الخلوط في النار للمشركين ماشي أما غيرهم فإنهم لو ارتكبوا ما يوجب العقوبة فإنهم يعذبون بزنوبهم ثم يدخلهم الله سبحانه الجنة وفي هذا الحديث يخبر النبي عن قوم أو يخبر النبي عن قوم من هؤلاء وهم الجهنميون نسبة إلى جهنم أعزان الله منها فهؤلاء يصيبهم سفع من النار أي أثار حرارة وعذاب النار بسبب زنوب ارتكبوها ثم يدخلهم الله الجنة ويخرجهم من هذا العذاب بفضله ورحمته عارفين؟ أنا ليه جبت الحديث ده هتقول ما هو في ناس هو ربنا يخرجهم ويرحمهم وكل حاجة مش كده؟ لكن لو أنت دخلت النار بالمفهوم الإسلامي من أجل المعاصي اللي أنت عملتها وخلي ببالك أنه إله الإسلام هو اللي سببك أنك تدخل النار أو أنك تعمل المعاصي فتدخل النار وبعدين اكتفى بقى بالتعذيب اللي عزبهولك بقى مئة سنة ألف سنة ملايين السنين هتطلع من المكان ده بس هتبقى منتسب لمجموعة الخارجين من نار دول حيسموا الجهنميين مش زي الشاطرين الحلوين اللي دخلوا النار حدف عشان قتلوا الناس يعني الإرهابي هيقتل الناس ويدخل الجنة على طول مش كده؟ المفروض بقى لو الفكرة دي موجودة أنه الراجل العادي اللي عمل خطايا عادية زي وزي بقيت الناس يعني طبعا مفيش في الكتاب المقدس خطايا عادية ومش عادية هيكلها خطايا لكن هنا بقى على حسب المفهوم الإسلامي الراجل ده هيدخل النار ويتشوي ويتلهلب وكده ويعني يطلع منها ويبقى اسمه من الجهنميون يعني طبعا لما تقول أنت من أصحاب النار دنعت يعني بالشر بشتيمة بحاجة يعني ما حدش يحب أبدا أنه يتقل عليه من أصحاب النار حتى ولو دخل الجنة برضو هيتقل عليه إيه آه هؤلاء من الجهنميون هؤلاء القوم آه ذكرنا رسول الله أنا بتخيل بقى الحديث هيبقى إزاي وطبعا لن يكون لأن كل دي خرافات ولكن مرة تانية أنا بأوريك محمد خبر بالموضوع ده عشان يخبره للناس المفروض يعني إنه في هؤلاء أو يكون بقى شافوا في الطلعة اللي طلعها دي معرفش الناس دول دفعوا التمن وتحرقوا وتشوها يطلعوا مشويين ونسميهم برضو أصحاب جوان هل هذا عدل هل هذا صلاح هل ممكن إله يتدنى إلى ناعة الناس بألفاظ جريحة أو بأمور تشنهم إن كان غفر فليه نستفضل عايشة بال العذاب ده يعني ليه بإنك تبقى منعود كده زي ما يقولك مثلا على أبو جهل وليس هناك احترام لإنسانية الإنسان بأي شكل ولكن الفكرة إنك تتعذب وإنت داخل بسبب إله الإسلام وتدخل النار بسبب إله الإسلام وتدفع التمن وتخرج منها وإنت لسه بيتقالك يا جهنمي فكرة غير مقبولة وتدل على المتكلم مين مين اللي ينعت الإنسان بالشر الشطاء النفس هو اللي عايز يلبسك شر عايز يسميك بكل ما هو شرير عايز عايز يلبسك الشر علشان تبقى من القطيع بتاعه لكن المدفوع دمه في المسيح بيبقى عارف إنه أنا لا أنتمي لده يعني المسيح أما بنيجي للمسيح يقول إيه أنت الآن خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت فبقيت ابني يعني مش يا ابني الجنية ما سيقول يا ابني الجنية لأ بقيت ابني شوف السلايد اللي بعد كده ده الحديث ده خاص بمحمد يعني أنا وقفت عند إنه إله الإسلام يسبب دخول الناس النار هنا بقى أنا عايزك تنظر إلى محمد كشخص كإنسان ادعى النبوة هو بيقول إنه هو بيقول إن هدينا مثل علشان يقول إنه أنا بحاول لحوش الناس عن النار ولكن المثل أدانه لأنه لم يقدم نجا فبيقول كده الحديث مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدوابة التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه في 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 تقحم فيها قال فذلكم مثلي مثلي ومثلكم أنا أخذ بحجزكم عن النار وقل هلوم عن النار ابعدوا ابعدوا فتغلبوني يشوفوا يشوفوا اللي بيعملوا لو أنت هتولع نور الناس هتيجي تحت النور الفراش بيروح للنور لأنه النور بيجذب الفراشات من حلوته مش من وحشته أولا ما شفتش دواب بيقعوا في النار لكن يعني ما علينا لو محمد أتى بالحق المنجذبين ليه هيعيشوا مش هيموتوا ولكن قال الحق هو يجذب الناس للهلاك ومش عارف يلاحق لأنه ده حقيقي من يأتي للمسيح تكون له حياة أفضل المسيح كل من يعني كل من اقترب منه أخد بركة وهو على الأرض كان الكتاب بيقول أنه كان يجول يصنع خيرا في أي مكان حيروح هتلاقيه بيشفي ويعطي المعنى الحقيقي للحياة مع الله عملوا الكفار على الصليب أعطى حياة كل من يأتي إليه يجد حياة هو 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 الرعي الصالح اللي تنجذب لي تسمع صوته فتعرفه فتنجذب لي فتكون في أمان لكن هو محمد أدى مثل بصراحة عن العمل وهو ولع نار هو ولع نار أو صالة الناس للهلك لو كان ما أتى به فيه حياة لما رأينا كل الألم وال النفوس اللي ضاعت بالشكل ده والإرهاب وال كل ده نتيجة للعمل فهو فعلا والعنار بإيد الشيطان الحديث ده أدهشني أو على فكرة أنا أول مرة دايما دايما أكتشف حاجات جديدة يعني اللي يقرأ هيلاقي نفسه بيكتشف حاجات جديدة لكن الحديث ده بالذات دي كانت أول مرة أقرأه ولقيته إنه مناسب جدا للعمل ومحمد في البشرية فأنا بقوله كل مسلم ومسلم النهاردة انتبهوا كتير بقولك وإن لم يغيرك دينك فغير دينك وأصلا الإسلام لا يغير لن يغيرك للأفضل مع المسيح الله كل يوم يعطيك منظور جديد تشوف بيه الناس يعطيك قدرة جديدة تشوف بيها الحياة يعطيك بكلماته الكتاب المقدس كنز ينميك بالقرب لله كل يوم خلينا شوف السلايدة اللي بعد كده ده برضو مثل من يعني استحالة انه يكون هذا الفكر صحيح أبدا يقولك تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ليه بقى عشان كده انتوا شايفين بقى الناس دي كلها على طول يمسك الطوبة ويقعد يكحى الدماغه ولا بيصلي ولا ما بيصليش والحصيرة والكلام ده كله لأنه هو عايز بقى الصورة دي السماهم على وجوههم دي هل من المنطق استفاد إيه الإنسان إنه كل حاجة فيه تتحرق إلا أثر السجود وغالبا الراجل ده ممكن تكون أصلا صلاته مش مقبولة حديث أخرى ما كنتش عارفة بقى أقولكو إيه وليه حديث أخرى بتتكلم عن إنه الإنسان اللي ما بيصليش لا مش اللي ما بيصليش اللي ما بتوضيش صح وممكن تكون بتتوضى بس يعني حتة من وراء رجلك كده ما طلهاش الميا فمحمد قاعد يقول لهم اللي انتو ما طلتوش الميا ده حيدخل النار فتبق ما انت بتصلي هو يعني ربنا مدايق حتة الترابل على ظهر رجلك وانت قاعد المفروض انك بتكلمه وبتصليله لا هو الدين بيقول ايه هو الدين بيقول كده كعب رجلك في النار اي دي بقى اثر السجود هو كل حاجة هتتحرق الا ده خرافات 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 لا تأتي بثمر في حياتك وفي قلبك يعني تغيير حقيقي في حياتك انت ابدا خالص التغيير سيكون بالرعب وبالخوف ومش دي ارادة الله خالص ربنا مش عايزك تبقى منجذب لانك ماشي تدافع على نفسك طول النهار انا انا هقف عند عند كده مش خليني اخد اخر سلايد في الفيسبوك اما وضعنا الحلقة على الفيسبوك كتب الشخص ده بيقول كده زعلان قوي ان احنا يعني بنتكلم في الموضوع السواب والعقاب انا قلت النار ومحمد والعب العذاب فبيقول لك كده هذه صفحة مشرك ومنحل ومولحد عموما دي صفحة المرأة المسلمة مش يعني نقصك مربوطة انيوي كان رجل او امرأة وقد اجابت بر العلماء المسلمين على هذا السؤال السخيف الذي لا يوزيه الا سخف من وضعه ومن الاجابات التي اجابها الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ما هو انت اول ما تقولي الشعراوي على طول اعرف انك الشعراوي بص من الحاجات اللي عملها الشعراوي انه زاد الخرافات خرافات فكونوا يقعد يمشي كده شمال ويمين ويقولك اه ام لا ام بقى يعمل كده وانت ما فهمتش حاجة اصلا ومعظم الشيوخ شوفوا الحلقات بتاعت الشعراوي الشيوخ في عصره كانوا بيقولوا عليه مدلس ما بيفسرش صح وغير دارس وكل ده فهتقولي الشعراوي بقى والثواب والعقاب الشعراوي يقول جملة ويقول عكسها في نفس القاعدة اوكي بيقول كده ام ان مبدأ الثواب والاجر والعقاب لون عدم لتساوى الفاصق والمجرم والطغية والظالم مع المصدوم والضحية ولما وجد من يتبع شرع الله الذي تريد صاحبة هذا من الشرع صاحبة هذا المنشور يعني النيل من الشرع ثم لا ننسى ان هذا مبدأ راسخ تتبع كل دول العالم وكل البشر تقريبا فيه فرق فيه فرق بين قوانين البشر وقوانين الله بصراحة يعني قوانين الله في الثواب والعقاب الله يسهل لك الأمور عشان تعرفه عشان تعيش حياة كريمة عشان تعيش حياة تقربك منه لكن قوانين القوانين البشرية بتخليك تبقى يعني بتدي لك حقك وبتدي غيره حقه وهكذا بتضبط الأمور في الدولة ولكنها لن تضمن أبدا العدل الكامل ودي كانت القصة من الأصل خطية الإنسان مهما قعد يدفع تمن اللي عمله في عقاب إلى ما لا نهاية أنت مش هتقدر تدفع تمن الخطية ومعصية الله بنفسك عشان كده جي المسيح عشان يدفع الخطية عن الجميع الصوت لو سمعت عشان يدفع الخطية عن الجميع لأنه أنت ما عندكش كإنسان حاجة تدفعها لله تديهاله علشان تدي لنفسك حياة لكن المسيح ادالك حياة ضمن أنه يكون لك مكان أمام الله بعيدا عن التعليق ده الأستاذ ما قالش إيه السواب والعقاب في الإسلام يليق ولا لا يليق بشخص إله عادل أو رحيم مثلا لا ليه لأنه إحنا اتبرمجنا المسلمين اتبرمجوا على أنه هذه هي الحياة نعيش نعاني ونعمل حسنات ونعمل سيئات ومش عارف إيه وبعدين نروح نقعد قدام ربنا ونبقى عمالين نعرق بقى والعرق للركب وكل عريان والكلام ده كله وبعدين الصراط المستقيم وتدخل وتقع والناس اللي هتقع في قد إيه وتطلع بعد قد إيه والكلام ده كله وعذاب وتقطيع فخلي عقلك يبقى منشغل بده بس غريب جدا أنه جنة إله الإسلام فيها ناس يتناكحون بالليل والنهار وإله الإسلام قاعد يتفرج والجحيم في شياطين بتعذب البشر وإله الإسلام يستخدمهم في هذا ولا يبالي كما بدأ في الحديث من بدء الخلق هو بيقول كده يعني هو ليس بخلق من بدء الخلق هو قال دول في النار ولا أبالي ودول في الجنة ولا أبالي واتفر مش تفرق معاه لكن عايز أقول لك الحياة مع الله بتحطك قدام إله يعتني بيك فيه تمن لكل حاجة بتعملها وتمن لاختياراتك اللي 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 بيتشوي في النار هي معاناتك الروحية النار الداخلية الإنسان بيعاني مع نفسه لأنه خارج إطار نعمة الله الإنسان اللي هيبعد عن ربنا هيعاني من ده اللي هي المعاناة دي الظلمة الخارجية اللي هي بر مدينة الله دي بسبب اختيارك أنت اختياراتنا على الأرض أحيانا هي جحمنا الحقيقي فما بالك بقى إذا عشتها إلى الأبد في الدينونة الدينونة بتقول إن الله عادل وإنه الله هيقف يقول أنت عملت وأنا عملت أنا بقدم لك ده أنت عملت إيه ده بيقول إن الله عادل لكن هتضعنا أمام اختياراتنا إحنا بردو واختياراتنا هي اللي تحدد مكاننا معاه أو خارج المدينة اختياراتنا الآن مهمة أنا بشجعك إنك تختار معرفة الله الحقيقي الملكوت اللي ربنا عايزك تعيشه بتعيشه الآن لما تعرفه بتعيشه معاه والنار هتعيشها بردو من دلوقتي لإن إذا كنت بتختار شر فأنت عايش في عذاب وانختارت الحياة مع المسيح فأنت ستنمو في النعمة والصلاح والقداسة والبركة يا إما ده يا إما الهلاك فتزداد بعد وشقاء وعذاب دخلي إلى الأبد لك إنك تختار الحياة والقيامة مع المسيح أم الموت والظلمة والظلمة الخارجية والبعد عن المسيح بصلي إن كل واحد منكم النهار ده يعرف إن الله مش قاسي ومتشفي ومسبب ألام للبشر بل بالعكس هو الله المحب يسوع المسيح الذي أتى لتكون لك حياة وبيقول لك النهار ده أنا وضعت أمامك طريق الحياة والموت اختار الحياة إلى اللقاء